شدد مجلس وزراء الصحة العرب على ضرورة تنسيق الجهود العربية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كما أكد وزراء الصحة العرب خلال أعمال الدورة الثالثة والخمسين ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس وتعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد مع الأخذ في الاعتبار ما أصدرته منظمة الصحة العالمية من إرشادات في هذا الإطار على الهواء مباشرة ينضم إلينا الآن عوض الغنام مراسلنا من هناك عوض أبرز المخرجات التي خلص إليها وزراء الصحة العرب في اجتماعهم لهذه الدورة نعم تحياتي أحمد كما أسلفت ربما هذه أهم القرارات وأزيد عليها هو الدعوة لاجتماعي طارئ وعاجل واستثنائي على مستوى الخبراء العاملين في قطاع الصحة العرب وذلك في الثاني من شهر مارس القادم وذلك لتبادل الخبرات في التعامل مع هذه الأزمة الرهنة التي باتت عدد من العواصم العربية تعاني منها مع الإعلام أو الإعلام من قبل عدد من العواصم عن ظهور تلك عن ذلك الفيروس ولذا كان هذا هو البند الأول في القرارات التي خرجت اليوم من الاجتماع لوزراء الصحة العرب كما تعلم في الجلسة السلسة بعد الخمسين لاجتماع وزراء الصحة العرب برئاسة البحرين أضيف إلى ذلك بأن الاجتماع اليوم أسنع على الجهود التي تبزولها الصين في التعامل مع ذلك الفيروس بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للصين على مستوى الحكومة وكذلك شعبا في الجهود المبزولة في هذا الاتجاه والتأكيد على أن الصين كانت أو تعاملت بشكل كبير من الشفافية حسب الوصف البيان الذي صدره هنا من مقار الجماعة العربية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين العواصم العربية في الأيام القادمة وتحديدا الخطط الاحترازية حسب وصف البيان في التعامل مع فيروس كورونا وتقديم كل الدعم للعواصم التي ظهر فيها هذا الفيروس حضر هذا الاجتماع أحمد كل من سفير الصين وكذلك ممثل الإقليم لمنظمة الصحة العالمية السفير الصين استفاد في الحديث حول الجهود التي تبزولها بلاد وفي الحد من انتشار هذا الوباء داعينا إلى تكاتف المنظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بأكمله للتفاعل والتعامل بجدية مع هذا الفيروس مؤكدا بأن هناك تطور إيجابي في تعامل الصين مع هذا الأمر ومعلنا ذلك من خلال الأرقام بأن 39 ألف حالة تعافت من هذا الفيروس وأن نسبة الوفاء أحمد هي في حدود 13% فقط وهو حسب وصف السفير الصيني بأنه يماثل أي فيروسات عادية أو تقليدية مؤكدا كذلك في الكلمة التي تليت في حضور وزراء الصحة العرب على تقديم كل الشكر لمصر والدول العربية في دعمهم أخيرا أحمد الجلسة المغلقة بدأت منذ قليل وفيها سيتم المناقشة في العديد من الملفات الخاصة بالقضايا الصحية في العالم العربي ربما أهمها الإشكالات الصحية التي تعاني منها اليمن وأخيرا هناك اجتماع كما تعلم في شهر مارس القادم لنظمة الصحة العالمية فهناك رؤية عربية موحدة سيتم الإعلان عنها اليوم في هذا الحدث المهم للغاية شهر القادم هذا هو ملخص المشهد هنا في دوء اجتماع وزراء الصحة العرب عودة لك عبد الغنام مرسلنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك